أسفين للعطل في الصوت في نقل الصوت للمشاهدين أتمنى لكم أنكم تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة في كل مكان وفي كل زمان اليوم نتكلم عن جورج فلويد طبعا نحن نعرف أن هناك جائحة اسمها جائحة جورج فلويد مثل جائحة كلنا بالضبط لأن الجورج فلويد انتقل للعالم بسرعة الريح في خلال ثلاث أصابيع الماضية والعلاقة بين العنصرية أو العبودية وجورج فلويد من جاهة ثم فيما بعد الكورونا وهي حقيقة أمصراب خاصة ومع علاقتها بجورج فلويد نتكلم في كلامنا اليوم عن ثمان محاور في قضية جورج فلويد وقضية العنصرية أم قضية اللي هو العبودية أول محور هو المدخل وهو التعريفات ثاني محور هو التاريخ تاريخ العبودية وتاريخ الاسترقاق وتاريخ التجارة العبيد ثلاث حاجة استعمار الغربي لكثير من الدول ربي حاجة ممارسات العرب في القرن ال 21 تجاه اللي هو الاسترقاق وتجاه العبودية نمرة خمسة ما هو السبيل ومن هم اللي يسعون لتقسين المجتمعات نمرة ستها كيف تعامل الإسلام مع العبودية ومع الرق ومع الرقيق نمرة سبعة ما يحدث الآن في جائحة جورج فلويد أنا بسميها جائحة جورج فلويد لتقل الأهمية عن جائحة الكورونا كيف التعاون معها؟ ما واجه العلاقة ما بين الكورونا وما حدث لجورج فلويد نبدأ كلامنا بالتعريفات والآسف العطل الفني اللي حدث من دقائق أول تعريف هو تفضيل عنصرية تفضيل شخص عن شخص وعدم المساواة بينهم من حيث الدين والعرق والجنس واللون إلى آخره إلى آخره وهذا شيء ممقود نمرة الثانية هي الاعتقاد بأن هناك فروقا موروثة بتبائع الناس بتبائع الناس وقدرتهم لدى مجموعة من المجموعات التي تريد أن تميز نفسها عن باقي المجمع الأخرى في المجتمع فتنصف القانون وتستثنى في القانون نما ثلاثة هي كل شعور بالتفوق أو السلوك أو ممارسة أو سياسة نقوم على الإقصاء إقصاء نقوم على الإقصاء والتهميش والتمييز بين البشعة الأساسي للون أو الانتماء أو القومي أو العقل هذه بعض التعريفات التي أخذتها من LDLP Library Doliban نشرت في 19.04.2020 العنصرية في نظري أنها مرض أخلاقي وليس مرض جيني أو عدوي استشرت بعض الأخصائيين من المستشارين وكلهم أقروا أنها ليست مرض عدوي أو مرض جيني العنصرية هي جهل وغباء وكفر جهل بمعتركات الحياة والخصائص التي يتمتع بها كل فرد وكل مخلوق قلقه الله بسعة علمه بسعة علم الخالق سبحانه وتعالى وهي غباء لعدم قدرة استيعاب الشخص العنصري الشخص العنصري بمدى الاستفادة من هذا التمييز الرباني للبشر كلهم فينا ميزة تختلف عن الآخر وهو كفر أيضا لأن الخالق الذي خلق الإنسان فأحسن خلقه وكرمه والذي وضع هذا التمييز والتمييز بين كافة الخلاق إذن الشخص العنصري الشخص العنصري لا يرى أو يؤمن بالحكمة التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى هذا التمييز وهذا ما أقره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي قال فيه يا أيها الناس إن أخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني إعلان رباني إنساني عالمي يتحدث مع كافة البشر في كافة الأماكن وفي كافة الأزمنة يا أيها الناس أبونا واحد وأمونا واحدة لا فرق بيني وبينك أنت أخي وأنت أختي ومن دكهت ومن نوجة نظري أنا أن العنصرية موجودة في داخلنا داخل كاملة البشر قلتنا 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 قلت الإيمان بالخالق أو عدم الإيمان بالخالق إما قلت إيمان بأن فيه خالق أو عدم الإيمان بالخالق مطلقا دي نمرا واحد نمرا اتنين اتباع القيم والديلانات التي ينشئها الإنسان وهي قاصرة أي دين مصدر الإنسان هو دين قاصر لا تستطيع استيعاب أبعاد التغيرات المجتمعية أو الثقافية أو الاجتماعية داخل المجتمع نمرا الأرض كيزة التالتة اتباع الأفكار القاصرة للبشر والمذهبيات الضيقة التي يعملها البشر والثقافات المميزة التي يريد البشر أن يتميز بها عن البشر الآخر والقيم الغريبة على المجتمعات وعلى الطبيعة وعلى كل شيء وهذه التي أنشأها الإنسان من أجل أن يسود فوق مجموعة الأخرى من أجل سيادة مجموعة ما على مجميع أخرى من البشر نمرا الأربعة في الركيزة الرابعة هي الحصول على الكسب السريع وصدقة مقدرات الشعوب الفقيرة من خلال التقسيم العرقي للمجتمعات فتختلف المجتمعات وتتسارع المجتمعات فيأتي الفسدة وأسرقهم مقدرات هذه المجتمعات النقطة الثانية التاريخ متى بدأت تجارة الرقيق والعبودية كانت سائدة حتى من عصر الرومان وللعبيد في ذلك الوقت الفضل في بناء حضارات كبيرة تمتع بها الإغريق والرومان إلى آخر إلى آخر فبنيت على أكتفهم حضارات عريقة في القرن الخامس عشر الميلادي بدأ الأوروبيون يمارسوا تدارة العبيد خاصة إرسال الكثير منهم إلى أوروبا وإلى القارة الأمريكية عند العرب بدأت سبع قرون قبل أن تبدأ عند الأوروبيين كان فارق ما بين العرب في تجارة العبيد أو الرقيق هما كانوا قبل الأوروبيين بسبع قرون وهذا ما ذكروا منتز اس في الديجيطال هستوري سليفري فاكتس اند ميث في بعض الدول بدأت في تجارة الرقيق في عام 1444 البرتغاليين بدأوا يأخذوا العرقيق من غرب أفريقيا وكل سنة كانوا يأخذوا معامية أو 800 في القرن الستاشر أسبانيا بدأت تمتاهن تجارة العبيد لأنها بدأت تفتح أماكن في أمريكا اللاتينية وخاصة المكسيك ومحتاجة الناس يزرعوا ومحتاجة الناس يصنعوا ومحتاجة عمالة يدوية ثم البرتغال وهولندا وفرنسا والدنمارك اشتركوا أيضا في مثل هذه التجارة أول عبد نزل عند الحدود الأمريكية أو السواحة الأمريكية كانت في سنة 1619 كما ذكرت الدراسة في عام 1792 وبعد الثورة الأمريكية التي حصلت هناك بدأوا يعتبوا بعض الحقوق لهؤلاء العبيد في القرن الثمنتاشر بدأت الدول الأوروبية تلغي تجارة العبيد في بنهاية القرن الثمنتاشر وبداية القرن الثسعتاشر وكان في معاهدة في فيين عام 1814 كتمعت لها الدول الأوروبية لإلغاء دقارة العبيد على الإطلاق لكن هنا في شيء لابد أن نذكره أن الثورة الصناعية والآلة البخارية ظهرت في أوروبا وخصوصا في بريطانيا في منتصف القرن الثمن عشر إذن نحن لسنا في حاجة إلى العبيد لسنا إلى حاجة لتجارة العبيد لسنا إلى حاجة إلى هذه الأعداد الكبيرة من الأياد العاملة فنأتي ونعمل مؤتمر لحقوق الإنسان ونحافظ على كينونة الإنسانية في أننا نخرج قوانين في أوروبا عام 1814 تقول نحن نجرم أو نحرم تجارة العبيد ولكنها حرمت لأننا لسنا في حاجة هذه الأياد العاملة التي جاءت قصرا إلى أوروبا وقتل منهم المئات أو الآلاف إلى أن وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية والشواطئ الأمريكية فضل الثورة الصناعية والآلة البخارية التي أنتجتها بريطانيا في منتصف القرن الثمن عشر ونحن قلنا أن العرب كانوا يشتجر في تجارة العبيد قبل الإسلام ولما جاء الإسلام وتوفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 632 ميلادية كان بدأ في الترغيب في محاربة تجارة العبيد وتحرير العبيد ومنع الرق إلى آخر فنتحدث قبل أن نتحدث عن دور الإسلام نتحدث عن تاريخ الاستعمار الغربي في الأماكن الذي دخل فيها دخل فيها فماذا فعل الاستعمار الغربي مع سكان هذه الأماكن الأصليين؟ أنا لا أدخل في التفصيل ولكن أنا حسرد الأماكن ماذا فعلوا مع الهنود الحمر في أمريكا؟ والأبرجيون في أستراليا والإلوكاس والأنويت والإسكيمو والميتي والكري والأوجيبو والسكسيكا في كندا والسوميون والسامار في السويد والموري في نيوزلندا ماذا حدث لسكان البلاد الأصليين؟ ماذا حدث لسكان البلاد الأصليين هناك؟ ثم الاستعمار الغربي الحديث لأفريقيا وشمال أفريقيا الاستعمار الإطالي في ليبيا ماذا ما حدث في ليبيا؟ استعمار الفرنسي في الجزائر، البلجيكي في الكونغو واللي مات فيها ما لا يقل عن عشرة مليون شخص بفضل بربرية الملك ليبولد الثاني وقد سميت الكونغو في هذا الوقت البلد التي ذات أياد واحدة كانوا يقتعوا أحد أياد الأفارقة الذين يتكاسلون في جمع المطات الاستعمار البريطاني في الهند وفي أفريقيا ماذا فعل فيها؟ الاستعمار البرتغالي في موزنبيق والولندي والأسباني والبرتغالي في أندونيسيا والأسباني في المكسيك وأمريكا اللاتنية وكذلك ماذا فعل السرب في مسلم البوسنة في القرن الماضي من قتل واغتصاب للفاتيات؟ وماذا فعل قوات الحلفاء بعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية حتى أن كثير ما لا يقل عن نصف مليون امرأة في برلين كانت تريد أن يذهبون إلى الأطباء يريدون أن يتخلصوا من حياتهم خشة أن يغتصبوا في ألمانيا ما لا يقل عن 2 مليون نسمة من النساء وماذا فعل الأفريق بعضهم؟ في رواندا في 94 وخمسة دولة كل هذه الأشياء تعطينا صورة عن عنصرية سواء كان من أفريق بعضهم أو من الأوروبيين وبعضهم إلى آخر أو من الأوروبيين والأمريكان والشعوب التي كانوا يحتلونها هذا بالنسبة للمدخل الثاني المدخل الرابع ممارسات العرب نحن لسنا ملائكة أبدا ممارسات العرب في القرن الواحد والعشرين وهل هذه الممارسات هي قريبة من تعليم الديني الإسلامي الحنيف؟ والقواعد التي أرسلها المستفى صلى الله عليه وسلم والقواعد التي أرسلها الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من تذكر أنه أنثى وجعلناكم شعوبا وقبال لتعرفه إن أكرمكم عندنا أتقاكم؟ أولا بالنسبة للقوانين هذا التعامل مع الوافدين العاملين اللي أتوا لأراضي العسل واللبن والنعيم هناك قوانين تمنع التجنس حتى وإن عمل الشخص في هذه الدول مدة عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين سنة ليس له حق الجنسية أو ليس له حق الجنسية إلا باستعطاف لا يوجد حق الجنسية، لا يوجد حق الجنسية حتى حق الإقامة الدائمة بعد مدة العمل يعني مثلا أنا في بريطانيا بعد أربع سنين أو خمس سنين عمل ودفع الدرائب خط الإقامة الدائمة وكذلك في أمريكا وكل حد دائما لكن في دول عربية غنية تمنع تمنع الزواج من أبنائهم وابنتهم من غير المواطنين الوطنيين في أمر ثاني أخطر من كده والهو عبودية أم عنصرية وهو الكفالات، قانون الكفالات أقرب ما يكون إلى الاستعباد كيف يعامل الكفيل المكفول في حق الإقامة، حق انتهاء العمل، حق السكن، حق المرتب وحق أشياء كثيرة جدا 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 قبل أن نقف لأوروبا ونقول لها أنت مختئة، ولأمريكا أنت مختئة نقول لأنفسنا نحن أيضا مختئون وكان لزاما علينا أن نتبع سنة المنصف صلى الله عليه وسلم ونتبع الإعلانات الإنسانية لحماية حق الإنسان التي أرصى قوعدها الله سبحانه وتعالى حتى المقيمين على بعض الأراضي التي أصبحت الدول فيها بعض أصبحوا الآن ليس لهم حق التجنس وهم ماذا؟ وهم بدون هوية وبدون جنسية الحقوق في بعض هذه الدول حقوق المختربين قد يكون في تفرقة بين إنسان عنده نفس الشهادة ونفس الخبرة ونفس التاريخ ونفس العطاء ونفس التعليم من بلد ما وإنسان آخر بنفس الكفاءات من بلد أخرى وقد يكون أحسن لكن أصحاب هذه البلد هم مميزون عند الكفلاء فهذا نظام استلقاق وعبودية أكثر من هو تفرقة عنصرية اغتصاب الحقوق من هؤلاء الناس للمساكين اللي هم عايزين فتاة العيش لكي يعيشوا في هذه البلدان ليس فتاة اغتصاب الحقوق لكن في بعض الحالات الشازة اغتصاب الخدم الذين يعملون في هذه المنازل أخلاقية التعامل اليومي بيننا وبين هؤلاء من نحن حتى نستعبدهم كما قال عمر بن خطاب رد الله عنه لسيدنا عمر بن العاص ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمارتهم أحرارا مكال أماكن التي يعيشون فيها وشفناها في جائحة الكرونة في بعض البلدان كيف يعيش عشرة وخمسة وسبعة وثمانية في غرف قد لا يكون فيها تكييف كل هذه الأشياء تقول أن العرب وكثير منهم يمارسون موارسات لا أخلاقية بالنسبة للتمييز أو التفريقة العنصرية أو بالنسبة لاستعباد هؤلاء الناس أضرب مثلا على دولة من الدول أنا جيت من مصر مصر وأفتخر أن أنا ولدته هناك عندنا شخصية معروفة يشار إليها بالغباء والبلهة والعبط وكل حاجة أي شخصية الرجل الصعيدي منذ أكثر من مئة سنة والإعلام المصري وحتى الإعلام العربي يتحدث عن الصعيدي عن أنه رجل كذا بالعكس الرجل الصعيدي عنده أخلاق عنده شهامة عنده رجولة عنده مرؤة عنده شفافية عنده وضوح مش بتاع لف ودوران فكيف يحدث هذه العنصرية ما بين أبناء المدن الكبرى في مصر وأبناء الصعيد نمرة واحد نمرة اتنين في بعض الأماكن تتميّد إيه أهل العاصمة يتميزون على أهل المدن الأخرى أو يميزون أنفسهم على أمهل المدن الأخرى أو يميزون أنفسهم أهل المدن يتميزون أنفسهم على أهل الريف والبادية كل هذا يعتبر سوء خلق فينا نحن كعرب ونحن لسنا أقل لسنا أحسن ممن كانوا أو قتلوا جورج فلويد داخل القرى الأفريقية هناك تمييز عنصري بين درجات اللون في البشرة السوداء وهذا حادث في جنوب الصومال يعني 60 ألف بنسميهم بانتو هم اللقوم مع العبيد أو مع الرقيق في القرون الماضية وسكنوا هناك فتخيلوا في تمييز ما بين الصوماليين والبانتو اللي موجودين في جنوب الصومال التمييز ليس فقط ضد البشرة السمراء لكن فيه تنمر أيضا بيحدث ضد البيض في بعض الناس يقول لك ده بيد ده كالح ده يعني زرقة ده يعنيها زرقة إيه العرف ده؟ انتو ملكم ده خلقت ربنا سبحانه وتعالى ربنا خلقهم هكذا شعر أجمل شعر بالنسبة للرجل أو المرأة والعيون والبشرة وكل الأشياء كأنك انت بتسبب الله سبحانه وتعالى في خلقه الذي خلقها وكرمهم نتكلم عن التنمر نتكلم عن حتى أصحاب السمراء السوداء يفرقهم بين بعضهم تفرقة عنصرية النقطة الخامسة أو المحوى الخامسة في كلامي معكم اليوم ما هو السبيل للحل؟ نحن قدامنا دلوقتي جائحة اسمها جورج فلويد وفيه أشياء التي حصلت في خلالتها السبعين اللي فاتت ونحن ننظر لمجتمعات كهذه تغيرت فيها أخلاقيات الثقافات والقيم والأعراف لا بد علينا من معرفة ماذا؟ من هم الذين يسعون لإحداث الفرق بأن أبناء المجتمع الواحد لكي يسهل عليهم كبيرة هذا المجتمع بعد تقسيمه ومن ثم استغلال وصرقة مقدراته ودي اسمعتها الكلمة دي من جدتي رح مطلع عليها يمكن مثلا في الستينيات يعني من ستين سنة قالت لي يا ابني الإنجليز لما يجبهم احتلون هنا عبنين ذا الثعلة بالعجوز عندهم سياسة عظيمة جدا قلت لي يا ستيني قالت لي سياسة فرق تسود أخيل هذه المرأة التي لم تكن تقرأ ولا تكتب مثلا بسيطة لكنها علمت وعرفت وخبرت فبالتالي من أهم مكونات الدولة العميقة داخل أي دولة إحنا فيها وما في دولة في العالم إلا داخلها دولة عميقة فاسدة أو صالحة داخل هذه المكونات الدولة العميقة الفاسدة ست مكونات أنا هذكرهم لكم هم اللي بيحاولوا يحدثوا هذه الانقسامات وهذه العنصريات وهذه العبوديات الأولى لجالات أعمال فاسدة لا يرون إلا كسبا سريعا لمؤسستهم ولبنقهم ولأهليهم دي نمرة واحد لجالات أعمال لا أخلاق لهم في الدولة العميقة داخل الدولة دي نمرة الاثنين سياسيين ومثقفين لا قيم ولا قامة ولا قيمة لهم إنهم غثاء كغثاء السيد دي نمرة ثلاثة مؤثرين إعلاميين النفاق دادنهم العلميين ده من تشوفهم يتكلم بمنتهى الحماس والحرارة وكذا وكذا وتعتقد أنهم من الأنبياء ومن المصلحين ومن كذا ومن كذا وهم دادنهم جميعا النفاق الرابعة رجالات دين رجالات دين ونراهم دلوقتي في التلفاز وفي السوشيال ميديا إلى أخير إلى أخير يغيرون أراءهم وفتاويهم وفتاواهم كلما أرادوا أن يتبولون بها على المجتمع تأسمع لأحدهم بارح يتحدث عن بعض الحروف ما فهمنا منها شيء لما نفتن الناس بأشياء غريبة عن الناس ونقول عنهم أنهم علماء علماء والله إن العلم بريء من هؤلاء نمرا أربعة أو نمرا خمسة رموز فكرية وأدباء وشخصيات مجتمعية تسعى إلى ماذا إلى الكسب السريع والمجد المنموس والسمعة الخداعة كل هؤلاء يحاولون إحداث الفرقة داخل المجتمعات بتقسمها إلى مجموعات صغيرة تتصارع مع بعضها نمرا 6 وهذه أهم نقطة فيهم هي جهات أخرى خارجية هي المستفيد الأول من إحداث الفرقة المجتمعية لماذا؟ وهي لتدعم كل هذه التكوينات المناهضة لإحداث الوحدة المجتمعية والمحافظة على تغيير مسيرة على مسيرة تغيير المجتمع المجتمعية هذه الجهات الأجنبية هي التي تغذي مثل هؤلاء الأشخاص الذين الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرن قال إنهم الروايبات الذين يتصدرون المجالس وهم أجهل من الجهلاء يبقى دول هو ما هو السبيل للحل نعرف المشكلة في الدولة العميقة ثم ننتقل إلى كيف تعامل الإسلام مع الرق وأنا أقول هنا لا يجوز بعد هذا أن يتجر العرب المسلمين في تجارة الدقيق أو استعباد الناس سواء كان بقوانين إحنا حطناها بالحفظ كل ده رقق مقنعة كل ده عبوذية مقنعة قال واحد وقت شيء في ورقة كتبها الأستاذ سليمان الضحيان اللي هو سليمان الضحيان في at mecca hnp.com قال إيه؟ قال كيف تعامل الإسلام مع الرق؟ وصع وسائل تحرير الأرقاء فتح الأبواب فتح الأبواب المغلقة جعل الماء الراكد يخرج ويسير في الترع وفي الأنهار بأمتى؟ فجعل تحرير الرقيق هو أحد مصارف الزكاة الثمانية أحد مصارف الزكاة اللي هو تحرير الرقاء أمرا اتنين جعل العتق ده من أمتى؟ ما تقوليش بقى أن في 1814 الأوروبيين يجتمعوا كان فيه نهضة صناعية والنهضة الصناعية وفي الأمور لا 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 هذا الأمر في صورة التوبة في ثم مصارف للزكاة ثم بعد كده هو جعل العتق واجب واجب في بعض الكفارات كما في القتل الخطأ الزهار كان يقولي زوجته أنك على ظهر أمي أنك كظهر أمي يعني يحرمها على نفسه الجماع في نهار رمضان والحنس باليمين شفت من قبل 14 قرن و40 عام وضعنا أو فتحنا الأبواب لكي نقضي على هذه التجارة ونقضي على هذا الاستعباد وهذا الاستلقاء حرص الإسلام منذ اليوم الأول على أن يسمى العبد عبد والأما أما قرن الإحسان الإسلام قرن الإحسان بإيه؟ قرن ما بين الإحسان بالولادين ومملكة أيمانكم في نفس الآية في نفس الآية أولها اللي هو بالولادين إحسانة وآخرها مملكة أيمانكم خسل التعامل مع العبيد ومع الخدم وجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لطم الخادم أو لطم العبد أو لطم الجارية يعتبر عطق عطق جاء في شرح النووي على مسلم كتاب الإيمان باب صحبة المماليك وكفارة ما اللطم عبده ألف ستمائة 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 وخمسين حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن ذازان أبي عمر قال أتيته ابن عمر رضي الله عنه وقد أعتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا وقال لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ملطم مملوكه ودربه فكفارته العطق اللطمة دي كده كفرتها التي وضعها المصطفى صلى الله عليه وسلم كقانون إنساني وأعلان يقول إنسان من قبل 14 ألف قبل 14 قرن كفرتها العطق العطق هذا كان نهز المصطفى صلى الله عليه وسلم نرجع مرة أخرى فكيف تعامل إنسان مع هذه الجائحة زائحة العبودية والاستلقاق في الآية الكريمة في سورة الحجرات يا أيها الناس إعلان يا أيها الناس في كل مكان في كل زمان في كل عب في كل صوب في كل لون في كل ثقافة في كل مجتمع في كل تاريخ إني خلقناكم من ذكا وانسا وزعناكم شعوبا وقابا إلي ترافوا إن أكرمكم أكرمكم عند الله وأدقاكم والتقوى ها هنا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم التقوى هنا لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى ويشيره إلى قلب حرم الظلم قبل الله سبحانه وتعالى وإلى لا يجرى من أنكم شاء الله قوموا على لا تعدلوا حتى لو كانوا أعدائكم ولا يحق عندكم اعدلوا هو أخرى بالتقوى العداوى شيء والظلم شيء تالي الإحسان لغير المسلم كل هذه الأشياء تعتبر رواكز أو قواعد في حقوق الإنسان على مستوى العالم منذ أربعة عشر قرن لأنهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم طالما في هدنة لابد تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين الممتحنة ثمانية وقبل كده لاجم منكم شنان المائدة ثمانية الجار حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل وصى سيدنا محمد ها بالحسن الجوار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى أدرنتوا أنه سيورثني ولم يذكر أكان الجار يهوديا أم مسلما أنبوزيا أو إلى آخر هقوق الذمي من الذي يقف للذمي أمام الله سبحانه وتعالى أنا حجيجه نسو الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه إلا من ظلم معاهدا يعني من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيج من؟ حجيج الظمي يوم القيامة في سنة أبو داود كتاب الخراج حديث ثلاثتلاف واثنين وخمسين حرية العبادة لا إكراه في الدين البقرة كل هذه الأشياء تدل على كيف تعامل الإسلام منذ أكثر من 14 قرن مع العبودية ومع التفرقة العنصرية ومع الرق إلى آخره إلى آخرين لكي يزرع العدالة الاجتماعية بين طواقف المجتمع المختلفة في حديث أخر يعني في يوم من الأيام كان في واحد اسمه المغرور حدثنا سليماني بن حرب عن واصل الأحدب عن المغرور لقيته سيدنا أبا ذر وكان عليه حلة وكان جنبه الخدم بتاعه عليه نفس الحلة نفس القماش فقال له أبا ذر نفس القماش نفس التفصيل فحكاله ماذا حدث بينه وبين سيدنا بلال بن رباح مؤذن رسول صلى الله عليه وسلم فقال لقد عيرت بلال بأمه وقلت له يا ابن السوداء كلمة واحدة كلمة واحدة قالها لسيدنا بلال يا ابن السوداء فذهب بلال رجل الله عنه شاكيا أبا ذر رجل الله عنه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأتى أبا ذر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم عيرتهم بأمه يعني سبيت أمه سبيت أمه فسكت سيدنا أبا ذر سكت سيدنا أبا ذر قال له كلمة واحدة إنك امرأ فيك جاهلية يعني فيك خلق من أخلاق الجاهلية فما استراح أبا ذر إلا أن وضع رأسه ووجهه على الأرض راجيا من سيدنا بلال ابن رباح العبد الحبشي الذي كان حبشيا وعبدا قبل الإسلام وأصبح سيدا فيما بعد قال له أرجوك أن تطئ بقدميك وجهي فرفض بلال رامة لأبي ذرد رامة ثم تعانق لكن شوفوا الإعلان اللي هزيعنا عنه رسول صلى الله عليه وسلم إنك امرأ فيك جاهلية يقول لنا كون لنا إخوانكم خوالكم يعني خدمكم إخوانكم إخوانكم خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه أو أخته تحت أيديم فليتعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم هذا رواه البخاري في 30 منازل لمثل هذه الأشياء لمجرد أن سيدنا بلال سيدنا أبو ذر عير سيدنا بلال ببشرة أمه هذا ما حدث من رسول صلى الله عليه وسلم المعلم معلم البشرية أطلق هذه النداءات الإنسانية لتحرر الناس من العبودية المقيتة حينما كانوا يفحتون أو يحفرون الخندق في غزوة الأحزاب اختسم الصحابة والمهاجرين والأنصار على سيدنا أبو سلمان الفارسي فالأنصار قالوا سلمان منا والمهاجرين قالوا سلمان منا فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان عالمي من سيد قريش سيد العرب قائلا سلمان منا أهل البيت يعني نسب سيدنا سليمان الفارسي إلى أعلى نسب في قريش وفي العرب ثم قال الحديث آخر فيه مساواة غير عادية غير عادية وقال إيه السباق أربعة هذا الحديث من الحديث أم هاني عن أبي هؤمامة رد الله عنه رد الله عنه قال السباق أربعة يعني أول الناس أربعة في العرب والعجم والفرس والحبش أنا سابق العرب لأنه صلى الله عليه وسلم عربي وهو كان أول العرب أن يصدع بهذه الرسالة الخالدة سلمان سابق الفرس سهايب سابق الروم بلال سابق الحبش يعني شوف وضع هؤلاء الآخرين من أبناء الفرس وأبناء الحبش وأبناء الروم جنبه على نفس المصاصة السباق أربعة أنا سابق العرب بلال سابق الحبش سلمان سابق الفرس وسهيب سابق الروم رد الله عنهم أجمعين صلى الله على سيدنا محمد الملكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم لما يكتفي بهذا في خطبة الوداع وفي خلح حجة الوداع أعلن إعلانات إنسانية عالمية مدوية قبل أن تولد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا وكذا وقال إيه؟ يا أيها الناس أو أيها الناس كان يخاطب لا يخاطب فقط من يحجون معه أبدا كان يخاطب من سيستمعون عليه بعد عمئات وآلاف السنين أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم إعلان إعلان إنساني أخو إنسان كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ الله ما فاشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اعتمناه عليها إعلان حقوق الإنسان ما أراد أن يترك هذه الدنيا إلا وأن يعلن هذه الإعلانات الحقوقية لحفظ كرامة الإنسان في كل زمان وفي كل مكان فلم يقول يا أيها المؤمنون أيها المسلمين لا أيها الناس الإعلان الآخر قال في نفس الخطبة أيها الناس إن ربكم واحد توحيد وإن أباكم واحد آدم يعني أنا أبوي آدم وأنت أبوك آدم وأنت أمك هو وهو أبوك آدم كذلك كلنا من أنت أم شخص واحد شخص واحد آدم أبونا 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 ففي يخوف الإنسانية ثم في يخوف العقيدة ثم في يخوف الوطن أيها الناس إن ربكم واحد وأنا أباكم وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أدخاكم رقع مرة تانية للتقوى أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أدخاكم وليس لعربيين نرجع للنقطة الأولى لأتقالواحد لشين وممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض العرب وليس العربين على عجمي فضل إلا بالتقوى تقوى هنا كما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغاب هذه كانت الخبة الأخيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وقال فيها أيضا في تحريم الربا إن الربا الجهلية موضوع إن دماء الجهلية موضوع ثم أوصى أوصى بنصف المجتمع أيها الناس إن النسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا ألا هتبلغت فاللهما فاشهد طيب ما يحدث الآن وكيفية التعامل معه ما يحدث الآن وكيفية التعامل معه لما نرجع مرجع تانية للجائحة جورج فلويد وهي جائحة لأن في أقل من هذه الأيام انتشرت في كل ولاية الأمريكية وفي أوروبا وفي دول أخرى فلا تقل خطورة في انتشارها عن جائحة الكورونا لكن عندنا مثلا يوضع سره في أضعف خلقه من كان يقول أن جورج فلويد الرجل الأصمر اللي حصل فيه كذا 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 موته يسبب كل هذا الغليان في الشعوب في أماكن كثيرة جدا نسألنا سؤال الأول هل المظاهرات كافية؟ بالطبع لا المظاهرات ما هي إلا صورة من صور التعبير عن الغضب والتي بالتالي تؤدي إلى رفع الوعي المجتمعي ضد المواطنين وتحول المواطن اللي هو بنسميه البيولوجي أو المواطن اللي هو من حزب الكنبة إلى مواطن قادر على الفهم وإحداث التغيير ويتحول من مواطن بيولوجي إلى مواطن بنسميه حرق يستطيع أن يفكر ويؤثر ويستطيع أن يحدث التغيير طيب هنعمل إيه بعد المظاهرات؟ ماذا بعد المظاهرات؟ ماذا بعد المظاهرات؟ نعمل إيه بقى؟ إذن قلنا المظاهرات مش كفاية هنعمل إيه؟ أولا العنوان الكبير لابد أن نصنع قيادات مجتمعية مؤثرة تستطيع قيادة تغيير لابد في التغيير لابد يكون له قيادات كيف نصنع هذه القيادات؟ بناء مؤسسات مجتمع مدني بناء مؤسسات مجتمع مدني قادرة على إحداث عمليات التغيير أو دعم المؤسسات القائمة على إحداث التغيير نعمل إيه من غير مؤسسات ليس نقدر إيه من غير حاجة مظاهرات ستجعلنا نعرق ونزعق ونصرق ومنقل نصرق بإحباط بعد كده نعمل إيه من تنين نعمل إيه من تحالفات مع المنصات القائمة والتي تدافع عن هذه المنظومة منظومة التغيير نعمل إيه من تكوين مجموعات ضغط لكي تؤثر على أصحاب القرار في الأماكن التشريعية وفي الأماكن النيابية إلى آخر إلى آخر نعمل إيه من الأربعة أن نتحالف مع المؤسسات البحثية لتحويل الثورة المجتمعية إلى أوراق بحثية ومن ثم إلى مقدمات للتصويت عليها داخل مجال التشريعية كتصبح قوانين تلتزم الدولة والمواطنين بها يعني الهجة بتاعة مظاهرات جورج فلويد دي لابد أن تتحول إلى قوانين من خلال المصارى الطبيعي والمصارى الحقيقي لهذا نعم الخمسة وهذه أهم نقطة اللي هي مادة حقوق الإنسان هفصل فيها خمس أو ست نقطة أول حاجة نجعل مادة حقوق الإنسان جزءاً قاعدياً من الثقافة المجتمعية وتدرس في المدارس والجامعات يعني محورية 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 ويكون لها قانون يحميها قانون يحمي هذه المادة نعم أثنين تكون أحد المواد أو البنود التي ينص عليها الدستور التي ينص عليها الدستور دستور البلاد نعم ثلاثة تكون شريطة للتوظيف والترقية ننظر إلى تاريخ هذا الشخص أو هذه الإنسانة في سلوكيتها مع حقوق الإنسان نعم ثلاثة نعم ثلاثة أن تنتهك هذه المادة من خلال الأفلام والدرامات كما ذكرت مع الصعيدة والفلاحين في مصف كل الأفلام الأديم الأبيض والسود نعم ثلاثة نعم ثلاثة نعم ثلاثة أن يحرم مخالفيها من كافة الحقوق المدنية لفترة ينص علي القانون يعني اللي بيخالفها القانون يحرم هذا الشخص من حقوقه المدنية أو هذه المرضى المدنية لفترة ينص علي القانون نعم ثلاثة أن تكن في صحيفة ثوابق من ينتهكوها من المواطنين ده بالنسبة لمادة حقوق الإنسان التي لا يعبأ بها كثير من الزعماء اللي نعرفهم مما هم زعماء طب يجي آخر نقطة لأن النقطة التمنى ما واجه العلاقة بين الكورونا وما حدث لجورج فلويد يعني إيه العلاقة أنت يعني جيبنا يمين وشمال وابطلعنا فوق وتحت ويجبنا تاريخ الأوروبيين والأمريكان واللي عملوا كذا وكذا 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 وكل ده وإيه دخل الكورونا في الموضوع أقول لك إيه دخل الكورونا في الموضوع جورج فلويد مات إمتى مات يم 25 مايو فين؟ في مدينة اسمعة من يابوليس في منسوتا في الولايات الأبناء الأمريكية يعني من ثلاث أسابيع بالظبط وقعدوا عشرين يوم منذ ذلك اليوم لم تتوقف المظاهرات لا في أمريكا ولا في دول أوروبية ولا في دول أخر لم تتوقف على الإطلاق على الإطلاق أق 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 وكثير من المتظاهرين لم يكنوا يرتدون الكمامات وفي داخل المظاهرات التي وصلت بالملايين في كل هذه الدول ما كانش فيه تباعة اجتماعي أبداً خلاص؟ ما فيش تباعة اجتماعي ما فيش كيلومات مش كده بس كان فيه صدمات ما بين المتظاهرين ورجال الشرطة من جهة وما بين المتظاهرين والمضطرفين اللي هم عنصريين من جهة أخرى يعني فيه تلاحهم يبقى نتوقع حسب قوانين كورونا اللي احنا بنبلعها كل يوم كده زي البلبيع يبقى نتوقع إن عدد المصابين بالكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد 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 هل ازدادت هذه الأعداد ولا كورونا حتطلع فنكوش ويطلع إيحنا يضحك علينا ويعملنا أمصال و و و و اسمها باكسينز يعني إلى آخر إلى آخر يبقى نحنننظر نحننرى جائحتين جائحة كورونا بقالها سبعة أشهر وما قامت بي من تعطيل الحياة في كافة أو كثير من دلو العالم وجائحة جورج فلويد الذي حرك العالم وحرك المياه الراكدة لكي يستدعى الإنسان أن يقف مرة أخرى من أجل أن يحصل على قرمته وحقوقه وأن يرفض الاستعباد ورفض التفق عن السياح جزاكم الله خير ونتأمنى أن نسألنا منكم بعض الأسئلة وفي هنا بعض الأسئلة قات لي على اللي هو تعليق من يوسف والله خير الأخ يوسف بن بغداد وطالما ما فيش هناك أسئلة كثيرة أنا أشكركم وأتمنى أن نلتقي غدا غدا هتكون الساعة ستة أيضا بس باللغة الإنجليزية يعني من أراد أن يسمع هذا الترح اللغة الإنجليزية فهتكون غدا أيضا إن شاء الله باللغة الإنجليزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم غدا إن شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا